اشتركوا في القناة القناة يلا ربح 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 أسه قاعدين بالمحل وطاحلكم هذا العصور من فوق تشعر الف عدد خلق عدد جهة الله Jessie هو ناسه هي السترة هي بتفلاحي باعترد ان حنطلها بعد نوعية تبشابي شوفوا لي حال عنونات يعني شباب تاوها جابة لا 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 بس يا شن هو الجاب السلام عليكم حي يلا المتابعين نبتدي وإياكم حلقتنا ما لليوم بالصلاة على محمد وآلي محمد اللهم صلى على محمد وآلي محمد لايكاتكم هالأيام تعبانة واشتراكاتكم تعبانة ومشاهداتكم تعبانة مليتوا لو ملتهين بغير الشغلات حتى ذا مليتوا بعد نعزل شاءل من قاعد نصور لكم أريد أن أشوفهم كمية اللايكات على هذا الفيديو أريد أن أشوفكم موجودين لو موجودين أمس ما صورت لكم الشتلات لأنه قلت هنا ويا البازون هسا خبرت آرام قلت له آرام مننا للفطور عدنا وقت كلش طويل امشينا روح نصي السمت وهميا جابينا للبازون اللي نعطها فرخات وهميا نجيب إذا الله سهل وقدرنا زميج مال شط نسحكوا شي كلش شبير شباب وهذا الشي كلش شبير مو سوالف لا صار انتهي يعني صار بس خلوا على الفيديو الجاي لأنه هسا بعد ما اللحق نسول لكم لأنه لازم نطب جوه وشوفكم وشين نطب جوه فراش شين الشو ما لكم دخل ما لكم دخل خلوا على الحلقة الجاية انتظر آرام بين ما يجينا ونسوي الشغلات اللي عدنا نقص بتكريمة مساعدائمة هناك بس ماكو بيض اه ان شاء الله محمود قال رح اطيك الديك مالي الاسود عند الديك مال قال عرب نقي 100% فريه قلت لجيبه هو هذا اللي اريده على مود على هذا الندجاج جات الدرجة عن كثر من جديد حبائي بنساكم الله بالخير رح نروح أنا وآرام حصلنا شوية وقت رح نحاول انه نجيب نصي السمش من الشط وراح حاول اصيد كمية زينة على مود اسويها وجبات للبازون بس جيت اتأكد ما اذا لسه موجودات لو اخذت هنا ومشت لسه موجودات ديك بعشفون السودة انا ماليجز عجحك الساح شباب بس اخاف انه خافت اخذها ومتمشي فلا بروحتي يا ولد هسه جينا وراح بننزل ان شاء الله هنو توكل على الله فانا متأكد هسه هنا اكو سمش براك بس السمش هنا يصعد على يعني مو هسه صارت مدة حاول انصيد كمية شباب واخليها بالثلاجة ويومية اقصص وانطيهم حصل بهم اجر شباب ونهدي هذا الاجر الى روح الوالد بسم الله الرحمن الرحيم اول شمره بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله ان شاء الله. يا الله يا رزاق. همشي البازون. ايه? يا الله يا الله. يا جا طلع. كل كل طلع. ذبه واحدة. خلاص. يا الله هاي ذبه الثاني. بسم الله ما شاء الله. اه يا الله يا الله. بلطي? بلطي. حبايب انتهى الصيد. تقريبا خمس الى ست شمرات. حصن يعني يكفل بازون ما يقارب الشهر كامل. هاكم شوفوا. هاذا همين اهنا فوق. هاذا كله راح اخذه. او احتمال راح اذبه الماء عنده. ليش اذب معده فلات خب كله اخذه. هوا يا هاي شباب كله شباب. خصة هي هاي يعني السمشة هاي البلطية. يعني تارس الشط هيش بيدك تكفت كل بيدك هيش. في متروس متروس. حتى بيك بار هاذا شوفوا. هاي شباب. بسم الله الرحمن الرحيم هسا اجينا اه اه هنا. على مود اشوفكم هذا النبار. ماك واحد يمكن بيكم ما يعرفه. اللي هو البرد. اللي هو ينصنع من عنده اه الورق. وهمين الغذاء الرئيسي اه للجاموس بالاهوار. هاذا طبعا ينوكل. يعني انه احنا نقدر نافله. هسا قد اشتاعدكم واحد. وشوفكم الى مواسم للأكل. مواسم. اللي يطلعون من عنده الخريض. هسا حاليا بلش. يعني بعد تقريبا مستعش يوم الى عشرين يوم يبدي يطلع الخريض. هسا توا بدأ احنا نقله يلف. حتى يصير قرامي. اه فترة الشتاكلها. ونص النصة نسميه بردي. وهيش وقت هسا نسميه قرامي. يعني بدنه وبدأ يطلع اللبة. هسا راح اشيل العاب بسم الله الرحمن الرحيم. هسا انشيلها. اللبة تصير بداخل هاذ المقام. هاذا نقصة زايد. واللبة هنا اصير. يبدي فتح. ورقة ورقة. جوا كل ورقة بين اللبة. هذا هو غذاء سكان الاهوار قديما. كانوا يأكلون من عنده. هاي هي اللبة شوفوها. اها. شوفوا حجمها. الطعم مقارب للجمار. بنسبة سبعين بالمية يعني شبيه للجمار. اللي اكثر الناس ما تحبه بها هاذا. انه الصير شنون الحكة يعني حكة بسيطة حيل باللسان او بالشفة. بس واء يعني ما هو مؤذي ابدا للصحة. بألياف كل ش مفيد. انا يعني من زمان ناكله من سنين احنا ناكله. للي ما مجربه. خلي حاول يجربه. طعمه كل شحن يعني مو مثلا ما مقبول. لا مقبول مية بالمية. واللي مجربه خلي يكتب لنا بالتعليقات. يا محفوظين السلامة. هسا رجعنا. وسمتشاتنا صارنا هنا نجوه السلية. ومتوجي قبل البيت راح حاول اقصصه وخليه بصحن وخليه جدامهم. امشونا بالله نشوف نلقاها لو طال عتاتي. بسم الله رحم الله رحمه. شوفوا. جبت كمية شبيرة حتى شيني. بعدانا مو يومية رايح للشط واصيد. اكو بيهم كبار راح ابقيهم انه للبيت. شباب هاذا اكو صغار كلش. راح اخليه الها اول وجبة. طعم. موجودة. ما تخوف شباب. خلنا خليه الها بالباب. اهنا راح اخليه. بس لا تهجب. اوه قاعت باغ علي. شوفوها. يلا. خلنا نبقي الها السمج هنا هنا. تعالوا خلنا نشوف ما اذا جاية تأكل او لا. بالزمج. ما هي. ما استخد جواة جاية ترظى بي. ادرجة يعذبها انا. ما اكله ما اكله يمكن. ما هي. وهاي الكاميرا الحركية طبعا. الليلية حركية بس المشكلة هاي شينو اه تحتاش تحوير. بس هي قاعد تشتغل لكن وبطاريات حاطلها جديدة بس اه ما يصير لهاي البطاريات. حتى لو كانت اصلية ما يصير لان تصوير دقة فور كيف يشفط الشحن شفط. ولذلك اريد لها تحوير احورها على اه باتري ما الدرجة. عرفتش لون? اه باتش رحاول انه اجيب ان باتر مال درجة واحاول انه احورها. ونشوف ما اذا كانت راح اه تشتغل ونصبها الكم هنا ونشوف اشون راح تاكل واشون راح ترضع. الافراق ما تهم اشون ترضع وشين اللي يتسويه حتى يعني انا كلش حاب انه اعرف هاي التفاصيل كلها. فاة وصلونا هذا الفيديو اربعين الف لايك لان الحلقة الجاية راح نتعب على هاي الكاميرا وصوري لكم لقطات يمكن هواي بينا ما شارفها من بزونة برية مال شارع. فتنتظروننا على الحلقة الجاية. بسم الله الرحمن الرحيم. هسا جديكم للفقاسة. الفقاسة بيها اه تفقيس. التفقيس مو الي التفقيس بيض مال صديقي خلاي يمي سبحان الله. ها هسا نفقس فوق القلاب. بيض خلاي يمي خطيفة بسوي عملية. فقال انا بعد ما لحيل احتني بي. هيا شو نبعاتي. اسا تشيكن هنا بقن هذن اخر شي تلاق اه هاي. بسم الله ما شاء الله. اه قال انا بعد ما سوا عملية فمالي حيل الشون احتني بينها قاعد تقبيدي. قد مفقسات. او ما شاء الله كنين فقسا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاكيت عرب. هذولي عرب. هافوا حديثة الي بالصرات هذول الشي له هذولي عرب. اني عرب مخبوط عادي. كتاكيت هنا نصير اعتها استبراد لان هذا القلوب محترق وهذا سمان طافر عليهم من انا. خلوني ابدل هذا القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نزلوا. طبعا مفروض انه ما تنذب اه اه اوية هذول لان هذول شوي اكبر معتهم بس ما عندي مكان لهم. ما عندي مكان لهم بينما اه ودوري تقريبا مو كبار يعني هم يعني شوفوا مقاربين تقريبا يلا حبيبي يلا توكل توكل. ما يشردن جيب 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 جيب. حتى هناك شغيرة اطيح بين ورميهن. اه يا ولد. هس خبرت ابو محمد لان نشفة القاع قال امشينا نروح للمزرعة مالتي الشبيرة اللي زارع بها الحنطة والشعير. وقال جيب بيك مورت ونتوفي حتى ياكلون الزرع كلياته. مورتين وتوفي قالوا فراء تاخذهم للشط. ما راح ناخذهم للشط لا. راح ناخذهم لمزرعة ابو محمد اللي هي مزرعة الحنطة والشعير. قولكم سمنانين والكماشو. سمنانين ما الذبح صايرين. ايش 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 ايش. يلا تعال ان تعال ان تعال ان تعي تعيي تعييت تعيي. راح ش لو راح نصاعتهم بالسيارة لا يا شهي ابو بالخيسة. تعي 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 تعيي تعي تعيي 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 تعي. تعي تعي تعي. يا هناك ش راح يصمون بينه نشوفهم الخضار واللا, لا, لا صار انصح بوان بويا بسرعة اليوم وراح نسروح على المكان بس أرض حضرة اليوم الحنطة كلها اتشن خلي نخسر رجلين ووصعت هاي السيارة صادها شهر مغسولة وما طالع بيه هارا شهر كامل توني الله طلعها الله يساعد يش يش تندوب العلم احنا ابو محمد هسا رايحي لي وشوفوش هيش رجليةش لابسة جواريب شي يقول اتقراية شي يقول اتقراية وهي البطوط مال الجيران دايحات بالشارع واسخات التمثل هن بس صفيتي مران خطق قوما ساعة هاي مو اربعين يوم صار مثله يلا يعد هنا بدون لا حركة ولا منها ولا منها واقف خليجي شوشيني هاذ وين انو يركض وراني هاي الغسلة ونوجيب هيا الغسلة ونجيب على غير روح هسا اللي شوفني يقول طالعين بيهن السفرة بارك الله بيكم المتابعين عندي سؤال حيرني اقول هسا احنا خذينا البطات ورحنا لابو محمد ودخلنا بالقاع مالته وتوفي بيضة بيضة بالقاع مال ابو محمد البيضة لابو محمد لو انه ليش احنا بطاتنا ايقاع اهو بخيت يعني معناته انه البيضة اول بيضة بيضة توفري ابو محمد بخيت بختي ابو محمد اول بيضة صارت من قصتك وصلنا لابو محمد ومتشين شاء الله للزرعة اعزال عسير عبر الشطر ابو محمد 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 احنا اجينا اليوم نهاية موسم صيد الدراج انا ولا مره بحياتي صايدة اصلا يعني احب الصيد بس ما اتاحت الفرصة انه اصيد فيجينا هنا انا وينهاية موسم صيد الدراج نحاول انه مصيدنه بلك دراجة دراجتين ايشين نوحا ايها التركية ايها التركية ايها التركية وتضيط تقول ان اتمكن السمين هذا شتك قطع بالحصاد. طيح ينقطع. راسه ينقطع. محمد بما انه احنا هسه بالقاع وبالزارع. ومن الممكن انه انا مستقبليا راح اه اشتر القاع وازرع بها الحنطة او الشعير. شوكت تبدي زراعة الحنطة? اغلب شي تزرع الهدعش. نصه هدعش تبذر. يعني كنت مجهز شغلك نصه هدعش تبذر الحنطة. يعني شهر الهدعش تبدي زراعة الحنطة. ايه تبدي زراعة الحنطة. يعني شوكت تبلش موسمة الحصاد. الحصاد يبلش موسمة نصة عشره. يعني خلي نقوله بشهر الرابع. ايه بشهر رابع. يبلش الحصاد. يبلش الحصاد. اثار الخنازير احنان بكل مكان. شوفو? هاي اثار الدراجة. هاي حاق. اثار حديثة حتى اثار حديثة شوها. هاي عسه جده. كلش عسه هاي ها ها جده. بس ما كو يعني قاعد نفتر بالزرع. الزرع مو سغير يعني شوفوا ما شاء الله. ما شاء الله. ليش سيارتنا شو ما? هسه اجينا للمكان الرئيسي يعني. توي الله وصلنا. اللي هي قاعة محمد شيبياس. ملا اهر 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 اهر. هاي القاعة الرئيسية. كيل حنطة على مد البصان. هاي السلح فار ضع بس الأطار بس الأطار ضع ها عشان شوينها مراح شوينها من الساكر باكت من مراح بس ي عمد هذا بيش اللحب يعينها كله بلطي بلطي و بس يومها على الياب يقول بيش 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 بيضة ربعة طلحات لا هذا شوينها بيش بيش شوين بيش 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 شايد 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 زلزور ما يش نمع الأحمر وهاي فروخ مدري حنطة ومحمد مبايق من الزريع أبيض أبيض هاي الشسم اللي أحملات يرقات هاي ستيشون طلع حين ليش هذا دود أكبار أحمر وهذا دود صغار هم حمر بس أشقر بعده هاي هس الحنطة شسمها هاي الوفية هاي هس حبة وحدها ها شوفها هذا كله هاي هذكر الآية يقول فيه كل سمبلة ميئة وحبة والله يضاعف لمن يشاء لمن يشاء صح كنت أنا أصور أن الحنطة الوحدة طلع سمبلة خلص أكو جعل تعبان هس أنت هنا سمبلة مطلعة أكثر من خمس سسة نابل هاي هاي شوفها سهال يجي العرق ماتها شوفها أس هاي شم وحدة إنها حبتين ها خلي شوف هاي شوف هاي هاي حبايا وحدة هسرا عزل هي هاي حبايا وحدة هاي حبايا وحدة شوفها هاي وحدة حبايا وحدة عرق واحد شوفها شم وحدة واحد اثنين ثلاثة أربعة فمسة ستة سبعة مانية تسعة عشرة دعش هاي دعش وهاي أكثر هاي أزيد هاي معلومة لأول مرة أعرف بها أنا سبحان الله فعلا هاي الآية المباركة السهنات طبقت بالمباشر نجحة اشترك سوراغ هاد هاد هاي لا لا يصيح عملي ليه؟ لا لا ماهي هنا نتيت صيح بس ماهي بعد ما كمنه من رحلة الصيد جيت شو واحد فقط يصيح ويصيح بعيد المشكلة اللي صايرة هنا هنا المطر ومغطة كل الحنطة فبعد الدراج يسوي بالحمطة يا أبو محمد ايه والله نسمع اصوات اناث بصفنة بس ما يطلعن ما يطيرن تعالوا شوفوا الحنطة الحنطة هاي هاي تحلمون بها انت يلا اسا هنا بحلم بعليم اسا اكون هذا البيت مالهن هذا البيت مالهن تفتح البيت طبعا ويومية هنا انا ايه اكل اكل مسموح مسموح ومحمد اكل 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 رح طبع له هاي طبع له هاي ايه ايه توفي هاي الصحيح هاي الصحيح شوفو هاي اثار مالوشق هادى البزون البري الهري يسموه هنا بس اثار مو جديدة هاي قديمة هاي كلشا هنا خلنزير شوفنا اثار هاي تشوما الواوية ومدرشين موجود تعالوا بط 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 نسمعوه بجعان سموشو صوات الدراج هاي النفية هاي تعلن يلا ما جاي اللحق على الوقت الشباب هل قد ما المكان شبير وحلو وأجواح حلو بسرعة يقضي الوقت شوان بالله خدنا النزلين والروح وهنانا ينخليهن ياكل بس ابزازين واوية تارس القاع فهس عد نزلناهم شوية هس احنا جايبينهم من ناكل اللي هناك على هالشوية هاي حتى يضوجن هسه مخابة طيرا بالنهار مخابة طيرا بالنهار ما نقدر نكبرني ما تبع ما تبع ما تبع ما تبع جايبين اللي هنا جايبين بس صارات مو حلوات مو حلوات وحشيات ان شاء الله الافراق الجديدة اللي جاية رح يحاول ربيهم تربية صحيحة اي وحشيات صارحة هاشو ابو محمد يقول المهدلات يعني لأمات بيض تشحيم هاض من بلد الكسمية اللي يمطهني انتهت الرحلة حسبالك تواجينا يعني حسبق ما كأننا ما احنا جايين من ثلاثة بس جمال المكان كلها خضار صوت وطيور تبع بسم الله الرحمن خطي خطموا خاطئ ما؟ نعتبر أبو محمد طاقة أي شاب عاد خوامان قل لها خطيتي هاي لا لين ما لقينا وتوهاي الله بدأت الصيحة تديوشي يعني أكو دراج هنا لكن اليوم أحب وطبعا نسيت أقل لكم اللي يروح لبو محمد مستحير يخليه يرجع بدون العرموطي شوف شوف الضخامة شوف النبقى شوف 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 الجمال تزاك الله ألف خير يا أبو محمد على هالطيبة الشاي لهي من المحل صايد بزيونة مالتنا اللي مفرخة فوق ليتاكل هنا بالزبالة أي ما معنات أنه هي جوعانة بعشوين إن شاء الله موعد السمت مالها بسم الله الرحمن الرحيم وشان يجينا هذا الكوكتيل هدية هذا مو حي الله كوكتيل يعني مو هاي الكوكتيلات اللي متعارف عليها ويعدكم جميعا لا هذا يسمونا حجم أوروبي من مربع عملاقة هنا عدنا بالديرة يربي بس الأحجام الأوروبية الخشنة يعني يعني هذا شباب من رح يكبر رح يصير الطول ماله رح أقارنا لكم وي الألبينوات اللي موجودات عدي حس هو متن ما جاي شوفونا بعد صغير وماشاء الله حجمه بيدي شوفوا بعد صغير وحجمه بيدي ماشاء الله شوفوا هس خلطت له هنا بهذا الشكل شوفوا القوام ماله وعبيته بهاي السرنجة ما الزرق ما الأبر وهاي سواندة يعني هاي سواندة عادية ما عرف يمكن يبيعونها هو اللي نطان الكوكتيل طان سواندة شوية 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 لحد ما يبديه تعلم هذا منا في دودة طبعا هو ذكر هذا أنا متأكد هاي الخدود مالتها حس هو شون أحمر مو يعني هذا البرتقال المتعارف عليه بعد ما كملت من زق الكتكوت زقيتها تقريبا مرتين ولا تزال حوصلت مليانة بس احتمال هسا بعد رح أسويها لأنه قربت أنه أنام على مود بعد للصبح يعني تبقى بعد هي زقة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد الضيبين الظاهرين نريحة جيفة بالفقاسة دلالة على وجود بيضة خربانة وسوي هاي الكارثة كلها لأنه أقصت بيها هواي وما نظفتها في احتمال أنه أنا رح أطفيها بسم الله ما شاء الله دولي كوشن هذا كوشن هذا كوشن ثلاثة كوشن هذا أربعة كوشن هذا خمسة كوشن آه ستة كوشن إذن الكوشن الوايت الأبيض الصافي لكن ما يعني ليش ما يضعوا لي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين هاي الوجبة ما صير ويا ذولي فلذلك إن شاء الله باتشر خطوة جديدة نحو أعمال ويا الكتاكيت بعد ما كملت الكتاكيت أكلهم ومايهم شوفوا لي القولينات دولي مخاليفي إنتاجي شوفوا هذا واحد وهذا ثنيا اشقد دهموه؟ أربعة مدري بده تلاقي أربعة يمكن ثلاثة ذاك يمكن واحد هذا همين طير بسم الله ما شاء الله فحل نورمل الحجم ما شاء الله شوفوا الطول شوفوا الطول ومبعده فريخ صغير اللي هو ابن هذا العش مال البنغاليات اي ذاكا غولدين وهذا همين فرخ مخلف بس ذاكا أبوهن الشبير وهذا فرخ مخلف ذاكا فرخ مخلف ثلاثة أفراخ بس عندي أعمل إنه يطلع معتهم نثية حتى تزوج أبوهن يعني هيك بركة أقول إن شاء الله أمس أجيت ولقيت هاي الفاخته مدم ماية ها احني شي دم ماية منها وقوة طير دم هذا الدم إلهي وهذا الدم هم إلهي طارت منها حطت هنا أوه ما أدر هسه ميتة هسه وإلي خلطي شبته هنا ميتة طيب ضحايا هواي لأنه أساساً هذا الفاخت أخوان مهسم وسمى وسمى بالصيف مع ذلك رب العالمين يعني يعوض وسرعان ما يعوض به هنا عندي أفراخ أثنين هنا أنا همين قاعد ينقر ونعفتهم لكن أسعاره نزلت يعني بعد ما يستاهل إنه واحد يربيه لكن تربي لك زوج للجمالية إنه هو جميل وبيه هواي ألوان هذا النفطي والثلجي والعسلي والأحمر والمشجر والمشجر ببيض ومشجر هواي هواي والسنو وايت بس هذا يعني انتهى بعد سعره وانتهى السوقه هذا اللون العادي اللي هو مثلاً النفطي أو الثلجي أسه رح أوزع عليهم أكل بالكامل وطف عليهم الشمعة وبقابس هذا القلوب كملت المحمية وبقابس هذا الضوء داخلها يعني تعتبر هاي إنارة ليلية تدفئ لكتاكيت اللي هما الكوشن وهمين إنارة خفيفة ليلية هذا ذبيته هنا هنا بس راح أصعده للبزو بسم الله الرحمن الرحيم بطل بطريقة رجع للبياض واحدة من عتهم قاعد تبيض يومية بيضة هواي من المتابعين شفت تعليقاتهم على الحلقة اللي فاتت وقال وفرات ريحتك صارت بهن وراح تعوفهن هذي كمات تعوفهن أخوان خلي هذي هنا راح تقولي فرات هيش راح تعلمها على الطيور لا قاعد هنا يمن بطاة وأخذتها الحمامة الملكية وراحت ليش ما أخذت ما أكلتها فرات هنا شباب ذاكلتها هنا يعني أتوقع أنا أنه خاف أنه أنا أجي ودقول هاي شيني هاي يعني هي تفكر تقول آه شو هذا خافه يقول هاي تاكل بالحمة هيش يعني أقول ما أدو والله طفرت على الجواري الراحة شفتها كافتها بحلكة وراحة كبرانات ها ايو الله بس بعثنا بغمضات عيونها يعني سادات وإلى هنا أيام حفوظين السلامة نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا ما لليوم لا تنسون والدينا من الدعاء ولا تنسون أن الله يكفي النشر بن يادم أودعناكم